قرية المرغل التابعة لبلدية تل الكرام أعيد لها النور بعد سنوات من ظلام الإرهاب الذي دمر كل المرافق الحيوية فيها بعد أعمال الترميم والتأهل للشبكة ووضعهم حولة باستطاعة 100 كيلو فولت ناوين بإذن الله تعالى المدخطة تماعنا أودالي فهذا الحط استفيد من القرى وبالنسبة للريف المحرر ورنا صار أكثر من 70 قرية تقريبا بمحافظة بناحية سنجارشي 40 قرية ومستقبل إن شاء الله ننور جميع القرى ما تم إنجازه خلال هذا العام تقريبا حوالي 80% من الخطة الموضوعة لهستني لإنارة القرى والمزارع والبلدات فيما يخص منطقة خانشيحون والمعارة طبعا تم تركيب أربع قواطع قاسمي لسهولة المناورة على الخط في حال حدوث عطل الماء ومعالجته بأسرع وقت ممكن لعودة التيار الكهربائي إلى الأهالي عودة التيار الكهربائي يسهم إيجابا بعودة الحياة الطبيعية للقرية ويخفف من تكاليف توليد الطاقة عبر المولدات والأهالي العائدون يطالبون بالسرعة في إكمال تأهيل الشبكات المتضررة لتشمل القرى والمزارع المجاورة وتأهيل عدد من المدارس وتأهيل أبراج الاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية تمديد التيار الكهربائي والطرقات والمدارس والحمد لله وظنعي جيد آمن مطمئني الحمد لله بهذه البلدة المزرعة الآمن الحمد لله انفضل الله نطلب أنه يساعدوننا بترميم المدارس تعبيد الطرق الضيعة اللي ما فيها كهرباء يعني إذا فيه مجال يساعدوننا فيها ما فيها لا كهرباء ولا طريق ولا مدرس ولا إنارة قرية النيحة بجوار قرية الملكية الكهرباء والطرقات تأمنت إن شاء الله هنا بقرية الملكية ومزرعة المشرف ونطلب من الدولة أن تساعدنا بتعبيد الطرقات والكهرباء والمي عنا بقرية النيحة مشاريع تعمل عليها الجهات الحكومية في مناطق مختلفة بريف إدلب تتضمن إعادة محطات الكهرباء التي خرجت عن الخدمة وتعبيد الطرقات وإعادة البنى التحتية لتشجيع الأهالي للعودة وإكمال مرحلة الأعمار في ريف إدلب الذي بدأ مطلع عام 2019